يا جماعة عايزين ناخد الدين كما علمنا الله تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن حدلنا قولها لغاية ما موت احنا تعلمنا من ربنا فلا يمكن يكون دي حقيقة علمنا ان احنا نهاجم ناس احنا مكلفين بدعوتهم لله من لم يدعوا مسيحي او يهودي او ملحد للإسلام فقد قصر انا عايز اقولك على حاجة موفقة بس عشان الناس تفهمنا هل فيه آية في كتاب الله انزلها الله كده يعني لمجرد نزولها ولا لازم نعمل بيها طبعا لازم نعمل فيها طب كنتم خير ام اخرجت للناس قول لي بقى تتطبق ازاي كده تأمرونا بالمعروفة انهاونا علموية يعني تعرضونا هذا الدين وتشرحوه للناس ازاي احنا هنشرحه واحنا فهمينه غلط ازاي انا واحد نصراني جاري او مسيحي ابوه مات وما رفتش عزيته وبعدين تعالى بقى لما اشرح مش هيجيلي اصلا هو مش هيجيلي صحيح وهذه ان شاء الله مهمتك معنا انه ان شاء الله تشرح لنا كيف نتدبر بشكل سليم والشباب تحت يعني باعتين لي انه متحمسين كتير عشان نبدأ بالتدبر حسب وعدناهم صورة العمران ايوه انبلش من صورة واحد ايوه من الاية واحد وطبعا احنا كان هدفنا من الاية واحد الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم نعم طبعا هنيجي عند ايه هنيجي عند الف لام ميم دي طبعا انا بتكلم ايه انا بتكلم واحد داخل في القرآن جديد فنا سرق ان انا قريت الف لام ميم دي في صورة البقرة الف لام ميم ذلك الكتابه لاريبة فيه قريتها قبل كده برضه الف لام ميم دي في البقرة صحيح نعم صحيح وكانت بنفس الرسم وكانت آية مستقلة لان فيه صور جاية هتلاقي الف لام ميم وبعدها كلام على طول او الف لام راء وبعدها كلام لكن في البقرة وقال عمران الاف لام ميم بعدها ايه واحد يعني دي آية في حد ذاتها الحروف المقطعة دي ايه بقى ايه قصتها شوف اتقال فيها كلام كتير ما احترمنا لللي قالوه والكل اللي قالوه وا 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 في نقطة لازم ناخد بالنا منها هذه الحروف المفردة اكبر دليل على ان هذا الكتاب كتاب الهي بالقطع واليقين ايه هو بقى الدليل هل مثلا انت جيت في يوم من الايام يا موفق فتحت كتاب ادب او كتاب علم حتى في التفسير او في الحديث او في اي حاجة لقيت الكاتب كاتب لك سين كاف صد ابدا حلو ليه نهائي ليه ليه ما عملش حد كده لانه ما هوش فاهم الحروف المفردة في القرآن عشان ييس عليها هو لو فهم الحروف المفردة دي اللي احنا مش لقيل لها تفسير ومتضيقين او ان احنا مش لقيل لها تفسير هي فعلا ما لهاش تفسير ومش هيكون لها تفسير لان هي دي مادة الحفظ الالهي لهذا الكتاب لان انا لو فهمتك الاف لام ميم حيجي واحد يقول لك سين كاف صد ويقول لك معناها زي ما انا قلت لك الاف لام ميم فهمني فهم اصدي نعم يعني دي مادة مش ربنا قال ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون نعم صحيح الحفظ ده له مواد من ضمن هذه المواد هذه الحروف المفردة الاف لام ميم قاف صد نون كاف ها يا عين صد الاف لام ميم را يعني فهمني ما تقالش ولن يخد مش انتو قلتو زمان مش بعض الناس حاولت تعلمنا ان الرسول كان بيشرح القرآن ويفصروا بالحرف ويقعد ويقول 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 ما قالش ليه الاف لام ميم لان كلامهم كذب الرسول ابدا لم يفسر القرآن ابدا ومش من شغلته اما لايه شغلة الرسول صلواته ربي عليه عليه السلام وما على الرسول الا البلاغ المبين بس هو يبلغ بس لان تلقي القرآن ووعيه مسئولية كل فرد في الامة وحيتسئل عليها كل فرد في الامة الرسول هو ناقل الرسالة والوحي فقط ولو ان الرسول كان حيفصر زي ما هما ادعوا كان لازم يفسر ضيات لانها محيران من زمان ولو انت فاكر في كليات العلم اللسان كله يعني والشريعة يا ما تحط فيها كلام ويا ما تقال فيها كلام ويا ما أسد زحولوا يشرحوها لكن لم أبدا 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 لم يصيبوا الواقع ولم يصيبوا المنطق إطلاقا لأنه ده سر إلهي موجود في الكتاب كان الرازي رحمة الله عليه كان جمع بعض الأقوال كده في اللقاء حاولوا يفسروها أحسن قول فيها أنك ما تحاولش تفهمها لأنها مش مفهومة مش مفهومة ليه حتى لا يقاس على القرآن قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة ليه مش هيقدروا لو اجتمعوا لأن المثلية مستحيلة لأن في نقطة في الكتاب محدش قادر يوصل للمراد منها وستبقى هكذا ليوم الدين فألف لم يمدي وأنا بقرأ القرآن أو الحروف المفردة كلها يعني أحط في اعتباري أن هذا سر إلهي حفظ الله به الكتاب لأنه لو اتقال من الرسول زي ما هم ادعوا مثلا كان يقدر حد يقيس على القرآن ويقول لكن أبدا 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 المثلية مستحيلة والإتيان بالمثل مستحيل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة ده دي بالنسبة لألف لم ميم بالنسبة لي الله لا إله إلا هو الحي القيوم طبعا أنت بتقراها أنت على طول حييجي في بالك إيه أنا قريت الآية دي قبل كده الله لا إله إلا هو الحي القيوم نعم إحنا قريناها وأنا برضو عايز ألف نظر لحاجة الآية 255 من سلط البقرة اللي هما بيقولوا عليها آية الكرسي هذه التسمية لا تليق ولا يجوز أن حد يسمي آية في القرآن اسما من عنده هل ربنا قال عليها آية الكرسي كده وخطي لها برواز وركنها الوحدة على جنب كده أن آية الكرسي دي مش عارف تحفظ من إيه وتحفظ من إيه وتحفظ من إيه كل ما قيل في مثل هذه الأمور لا يجوز أن يكون من مسلم حق قولا واحدا المسلم الحق ما لم يقوله الله تبارك وتعالى أنا لا أأخذه ولا أتناوله ولا أنقله ولا أعرضه ولا أبينه لأنه من غير الله فأنا بس أنا بأرى هنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم أنا أريد حاجة زي كده فلازم أفكر نفسي أن الآية 255 من سورة البقرة فيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم طيب ده بص يا موفق وأنا بأرى هنا الآية 2 أنا بأعمل إيه بتدبر الآية هنا كوني أروح لآية البقرة وارجع أسأل نفسي طيب شمعنا الحي القيوم كده جات مع بعضها وأماشي في الكتاب كله أن الحي القيوم الإسمين دول يجي الحي لوحده من غير إسم تاني والقيوم ما يجوش غير مع الحي فالحي القيوم إسمين مرتبطين ببعض في الكتاب كله أهو ده بقى ليتدبروا آياته يعني وأنا بأراها هنا 2 آل عمران غير لما بسأل نفسي وبقول إيه طب أنا قريت الكلمة دي قبل كده آه دي 255 البقرة فيها نفس النص ده وكلمة الحي القيوم آه أنا هتتبح بقى فلاقيها موجودة في 255 البقرة 2 آل عمران 111 طه اكتبوا الكلام ده بعد إذنكم وارجعوا يعني الحي القيوم دي موجودة في الثلاث آيات دول اللي هي صورة البقرة 255 آل عمران 2 111 صورة طه طب أنا دلوقتي عملت إيه الأول تدبرت الآية 2 جوه آل عمران في الصورة وبعدين ذكرت نفسي بأنها 255 فرحت تاني قريت 255 وأنا بقراها جي في دماغي ارتباطي الإسمندول ببعض فضنتني أدور كده لغاية ما طلعت لي كمان الآية 111 من سورة طه فهمني يا موفق أنا ماشي كده واضح ولا في حاجة لا واضح 100% احنا معك 100% تفضل لكلور ترجمة نانسي قنقر